اهلا وسهلا بكم احبا في الليل نهاردة هنتكلم عن موضوع في غاية الاهمية وهو عن اهم رموز الصلح بين الزوجين عن قريب كتا او اهم الرموز اللي بتدل على رجوع المطلقة عن قريب كتا بس يابل ما نخص على تفاصيل الفيديو المهم ده عايزكم تدوسوا لايك عشان الفيديو بتاعنا يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس دوسوا لايك يالا نخص على تفاصيل الفيديو عايزك تعرف ان اهم الاعلام اللي بتدل على رجوع المطلقة البيت جزءها ان شاء الله ومش عودة بعد فترة بعيدة لها عن قريب جدا ان شاء الله في الفترة اللي جاية الرموز دي كتير بس اهم حاجة تركز وتشوف الحالة اللي انت شفت فيها الحلم بتاعك بالزبط على سبيل المثال لو شافت المطلقة ان هي كانت لابس حزاء والحزاء ده مقطوع وفجأة راحت ألعام رجلها وخيطته او صلحته او في شخص صلحه لها ولبسته على طول تعرف ان شاء الله ان ده من الاحلام اللي بتدل على رجوع رجوعها البيت جزءها ان شاء الله وفي شخص هيكون سبب ان شاء الله في في الصلح ما بينها وبين جزءها في الفترة اللي جاية ايضا رؤية الانتقال الى منزل جديد ده بيدل ايضا بيدل ايضا على رجوع المطلقة البيت جزءها وخصوصا ازا هي حست ان هي كانت قاعدة في البيت بتاع بتاعها القديم او بيت اهلها القديم وفجأة لقيت نفسها راحت على طول يعني ما خدتش وقت في الطريق ما ما حستش ان في عقبات قابلتها كتير وهي رايحة البيت الجديد ده بصت لقيت كانت في البيت القديم بتاعها وفي مفيش في وقت قريب جدا بصت لان هي في المنام بيت في البيت الجديد تعرف على طول ان شاء الله ان ده اصلاح ما بينها وبين جزءها وعن قريب جدا وباذن الله اه مش هيتول اه الانتظار للرجوع لبيت الجزء ان شاء الله ايضا من العلامات ومن الاحلام اللي بتدل على الرجوع المطلقة لبيت كوسها وهي ملاحقة طالقها لها اينما ذهبت يعني انت شفت ان طالقك في المنام ماشي وراك في كل مكان روحت هنا جاي وراكي وبيبصلك من بعيد اه بصت لقيت نفسك في المنام ركبت حاجة هو راح ركب معاكي تعرف على طول ان شاء الله ان ده من العلامات اللي بتدل على الرجوع المطلقة في الفترة اللي جاية ان شاء الله ايضا من الاحلام اللي بتدل على الرجوع المطلقة ان شاء الله اللي بتجوزها في وقت قريب جدا وهي رؤية صلاة المغرب والعشاء بيدل على الرجوحها اللي بتجوزها ان شاء الله لان هي لو شفت ان هي بتصال للمغرب او العشاء دي من اللي يعتبر من علامات اللي بتدل على الهداية وعلى التقرب الى الله عز وجل والطمأنينة والسكينة والسكينة فمجرد ما بتشوف ان هي بتصال لسوان العشاء او المغرب تستبشر خير وتعرف ان شاء الله ان شاء الله ان فيه رجوع اللي بتجوزها في الفترة اللي جاية وعن قريب جدا برضو من الاحلام اللي بتدل على الرجوع المطلقة لبيت جوزها وعن قريب ان شاء الله وهي المطلقة لو شفت ان هي بتتزاين وبتتكحل بتلبس لبس جديد تستبشر خير ان شاء الله ان هي فيه رجوع لبيت جوزها ان شاء الله في الفترة اللي جاية وان فيه شخص ان شاء الله هيصلح ما بينها وبين جوزها ان شاء الله رؤية ايضا الزوج رؤية الزواج من شخص في المنام للمرأة يعني لو شافت المرأة المطلقة دي ان هي بتتزوج من شخص ده دليل ايضا ان شاء الله على يعني رجوعها لبيت جوزها او الدموع ربما رطبات ازا هي ما كانتش عايز لرجوع رطبات لها من شخص اخر ان شاء الله رؤية ايضا حراسة الارض بالنسبة للمتزوجة ده بيبشر بالرجوع بالرجوع لبيت جوزها في الفترة اللي جاية ان شاء الله ايضا من الاحلام اللي بتدل على الرجوع المطلقة لبيت جوزها وهي رؤية شرب الماء دليل على عودتها لطلقها لقول الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا سياق الله العظيم ايضا رؤية الرجل بيتناول البيت بيدل ان شاء الله على عودة طلقته ايضا لقول الله ايضا لقول الله عز وجل في صورة الصفات كأن هن بيض مكنون ورؤية الكتاب او عقد القرآن من جديد لو شافت المطلقة ان هي بيتكتب كتابها من جديد دي تستبشر خير وبتدل على التصالح وعلى الزواج من جديد وان هم هيبدأوا صفحة جديدة ما بينها وبين زوجها في الفترة اللي جاية ان شاء الله ايضا من الرؤية اللي بتدل على الزواج اللي المطلقة البيت رجوعها البيت جزها ان شاء الله وهي رؤية الحبل لان الحبل بيرمز الى مساق الزواج والربط ما بين الزواجين ان شاء الله فبمجرد ما بتشوف حبل في المنام المطلقة تعرف ان فيه ان شاء الله رجوع في الفترة اللي جاية اللي بيت جزها ان شاء الله ايضا من الاحلام اللي انت قد تستغرب لها في المنام وبتدل على الرجوع رؤية الحضن في المنام من الرؤية اللي بتدل على الصلح وانهاء الخلافات التي كان يعاني منها مع شريكه يعني انت لو شفت ان انت بتقدم مراتك او طلقتك تستبشر خير ان شاء الله وده بتدل على صراحة الاحوال وانهاء النزاعات والمشاكل وكذلك الامر لو شافت المطلقة الناهية بتحضن جزها في المنام تستبشر خير ان شاء الله وتعرف ان فيه رجوع قريب جدا لجزها ان شاء الله رؤية العسل واكله في المنام ده بيدل على الصلح بعد الخصام تمام ولذلك لان العسل فيه معروف فيه شفاء للامراض والاوجاع فمجرد ما بتشوفه في المنام تعرف ان فيه حلل مشاكلك ان شاء الله والشفاء والخروج من الهموم باذن الله ايضا من الرموس اللي بتدل على الزواج ما بين الصلح ما بين الزوجين وهي رؤية الشخص لزوجته بتقطيه يدية في المنام وكنه على خصام ايضا من العلامات اللي بتدل على القبلة بين الزوجين في المنام وهي رؤية القبلة في المنام التقبيل في المنام حباية في اللامة بين الزوجين سواء المطلقة وزوجته لو شافت ان هي بجزها بيبص في المنام بيقبلها وبشهوة او بيحتضنها جامد وبيقبلها تعرف على طول ان شاء الله من العلامات اللي بتدل على الرجوع ما بينها وبين طليقها في الفترة اللي جاية ايضا من الرؤية اللي بتدل على الرجوع المطلقة ايضا تغيير فرش او مفرش السرير في المنام دي بتدل بس ما بتكونيش غيرتي قطة النوم كلها غيرتي فرش السرير بس لان لو غيرتي قطة النوم كاملة يبقى كده ارتبط من شخص تاني لو اتغيرت قطة النوم باكملة انما المفرش دي بتدل على التوافق وعلى قرب الزواج ان شاء الله ربما فيه ارتبط لك ايضا من شخص اخر باذن الله احبا في الله دي كانت اهم الرؤى اللي بتدل على على رجوع المطلقة اللي بتجوزها ان شاء الله مش هفكركم لو اي حد شاف رؤى او حلم بيدل على رجوع المطلقة بتجوزها ياريت يكتبها لنا في تعليق اسفل الفيديو وما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان قناتكم قناة مفسر الاحلام توصل لا اكبر قدر ممكن من الناس دمتم فرعات اللوامن واللقاء في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله